مجلس أمناء كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية اجتماعا عن بعد برئاسة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس المجلس وقرر المجلس إحالة لائحة أعضاء هيئة التدريس واللائحة المسلكية لطلبة الكلية إلى اللجنة الأكاديمية بمشاركة من يرغب من أعضاء المجلس لغرض الدراسة ورفع تقرير بخصوصها خلال ثلاثة أسابيع تمهيدا للعمل بموجبها كما ناقش المجلس العديد من المواضيع المتعلقة بعمل الكلية وما يتصل من أمور أكاديمية من شأنها تعزيز العملية التدريسية والبحثية ومنها تشكيل لجنة البحث العلمي من منطلق اهتمام وحرص المجلس على تعزيز هذا الجانب في الكلية كما بحث المجلس الميزانية المقترحة لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية للعامين 2021 و2022 والتي سوف تشمل الجانبين الإنشائي والتشغيلي وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لطلبة الكلية ومنتسبيها وكذلك أعرب مجلس أمناء الكلية عن خالص الشكر والتقدير للمسؤولين بالكلية وعضاء هيئة التدريس والطلبة للجهود المتميزة التي بذلوها لاستمرار الدراسة في الكلية وتقديم الخدمات التعليمية المختلفة للطلبة في ظل الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر